وللأسف الشديد المحتوى اللي اللي نكن شوفه في الويب هو راجع بشكل أساسي يعني لأن هذه المنصات والتي تتحاول أنها طرد من الإنسان عبد عبد ماذا عبد المال فبالتالي فهذه الأفراد قادرين أنهم يدروا أي حاجة مقابل أنهم يدروا بعض الدريهيمات على حسابهم البنقي متناسيين يعني القيم الإنسانية والمجتمع المحافظ اللي كان عيشوا فيه فصراحة نحن نطالبه أنه تكون واحد تدخل باش نوعاً ما أنه يتنظم هذا الويب المغربي وأننا نحاولو نعطيه واحد صورة جميلة على بلدنا لأنه بالأول وبالأخير هذا المحتوى لا يشاهده فقط المغربة وإنما يشاهده يعني معظم الدول العربية خاصة ناطقين باللغة العربية أنا الناس المشددين على أيادي من سيتخذون القرار أنه يتم حضره في المغرب لأنه كما قلت إلى فقط إذا كان المغربي يعرفون أو لا يعرفون أن هذا التطبيق ديال تيك توك وخا أنه تطبيق صيني فهذا التطبيق الصيني يعني اللي موجود في صين ليس هو التطبيق تيك توك الذي نستخدمه يعني يستخدمه باقي العالم طبعاً الحال كنا نلاحظو أن المحتوى اللي يتنشف تيك توك فهو محتوى اللي كما قلت يجرد الإنسان من آدميته وحاولت فيه الإنسان وجعله عبد الدراهيم وهذا الشيء يخليه طبعاً أن نطيق خرق الجميع القواعد لا الإنسانية ولا القواعد لمجتمعات المحافظة مثل المغرب فيديوهات المغرب اليوم